الحرب كعادتها وحدهم الأبرياء من يدفعون ثمنها من أرواحهم وقوتهم في ظل تفشي الموت المتجول في الشوارع والأحيا فمنذ قرابة عام ونصف لم تنفك آلة الحرب في حصد أرواح اليمنيين قتلا وتشريدا فمنذ تفاقم حدة النزاع في سبتمبر عام 2014 أشارت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من مليوني نازح في اليمن يصارعون من أجل الحصول على مقومات الحياة الأساسية فيما 49 ألف نازح بحاجة للغذاء و20% بحاجة لمياه الشرب فيما 9% بحاجة إلى مأوى إلى ذلك أوضح البيان قيام المنظمة بتأمين عمل المرافق الصحية في 19 محافظة وتوفير نحو 390 ألف لتر من الوقود يحتاجها 59 مستشفى وعلى النقيض الذي يأمله اليمنيون تأبى آلات الحرب التصالح مع مشاريع الحياة التي تموت في بلد فخخته الميليشيا بكل عوامل الإنهيار في الوقت الذي يدفع الإنقلابيون فيه الوضع إلى مستنقع أخطر